مصدر عراقي أن حكومة بلاده أبلغت الأردن بقرار إعفاء 300 سلعة مصنعة في الأردن من الرسوم الجمركي التي فرضتها العراق على مستورداتها من الخارج والمقدرة بـ 30% اعتبارا من مطلع العام المقبل وبيّن المصدر أن الجهود الملكية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني مع القادة العراقيين والتواصل معهم بهذا الخصوص قد أفضى إلى استثناء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية المقررة من الحكومة العراقية وأضاف المصدر أن هذه السلع تعتبر ضمن السلع الأولوية التي تمت دراستها وسيتم إضافة سلع أخرى إذا ما أثبتت الدراسات أنها لن تضر في الصناعات العراقية المحلية